موسيقى سلام و اهلا بكم الكيفية اليوم هي طريقة رائعة في قليل بادنجال يجيب زاف بنين و ما يشربش الزيت نقدموه مع السلسة كما راكم تشوفو واللا تاني نقدموه مع تاجين البرانية ان شاء الله تعجبكم هاد الكيفية و تجربوها مشاهدة ممتعة للجميع اول حاجة نوجد لباتا بينيين اللي راح نقلي بها البادنجال عندي هنا البيض تقريبا زوج حبات وبما انو انا وجدت بها حلوة صافر البيض قالي برك البيض راني درتو هنا في الاناء و درتلو القرصة تاع الملح ندلو ملعقة صغيرة تاع الخمارة كما راكم تشوفو و نزيدو الفارينا المقدار تحتها غير محدود نديرو زوج ملاعق تقريبا كبار و لا ثلاثة على حسب الكمية تاع البيض اللي استعملتها و البيض نجلل راح تقليه و نبدأ و نخلطوه بالفوي حتى نتحصلو على عجينة تقريبا تشبه العجينة البغرير و هدا هو القوام اللي نتحصلو عليه نجيب شوية كوركم و نضيفون هادي كلاباتا بينيه الكوركم هنان ستعملوه فقط لللون تقدري تستعمل زعفران ولا حتى الفلفل عكري و نروحو للبادنجل بعد ما نغسلوه مليح نحولو هاديك القشرة و نقطعوه الى ضوائع و بعد ما نقطعوه كما راكم تشوفو نديروه في شويات على الماء و الخل باش ما يكحل ماش و من بعد نقطعوه في كاس و نديروه شويات على الملح و نغطصو البادنجل في البادنجل في البادنجل اللي دجا حضرناها و نبدأو نقلوه في الزيت و تكون النار متوسطة و كي تحمل البادنجل من الجهة نقلبوه من الجهة الثانية و هكذا حتى نكملو كامل الكمية و هده هو البادنجل بعد ما طاب ما يشربش كامل الزيت و يجي فغيمه و روحه و راني محطرة ينسو استومات لحام ديرها من فوق و نشبه بشوية على المعدنوس كيما تقدروه تاني توجدوه جواز بيت بالحمولة بالجاج و الحميصة و تحطوه هده البادنجل ساير داير و تقدموه طاجين تا البرانية من اروع ما يكون ان شاء الله هتكون عجبتكم وصفة اليوم و الى اللقاء في كيفيات اخرى باذن الله